مشاهدين الكرامينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس بالنسبة للوضعية الجوية المدوقعة خلال أمسية اليوم حسب مصالح الأرصاد الجوية فإن الاضطراب الجوي هذا سيتواصل على المناطق الشمالية للوطن بعد التحسن التدريج الذي شهدت خلال صباحة اليوم المناطق الشمالية للوطن بالخصوص السحلية والقرمين السواحل ولكن اضطراب جوي آخر سيتمركز على المناطق الشمالية للوطن البداية سيكون بالشرقية والوسطى ثم سيمتد نحو الغربية يعني تقريبا أغلب الولاية الشمالية للوطن ستشهد اضطراب جوي سيكون نشيط وفعال وسيصلي لذروته مع نهار الغد بحولها تقريبا على أغلب الولاية الشمالية مع احتمال تشهد خلايا راضية تؤدي بدورها إلى تسقط أمطار سيكون معتبرة كمية الأمطار من المحتمل تفوق 30 مليماتر محليا أما عن الجهة الجنوبية ما عدا بن عباس واتيندوف ستشهد اضطراب جوي سيبقى أيضا من ضعيف لمنتوسط الفعالية يعني كمية الأمطار محتمل تساقطها ستتراوح بين 15 إلى 20 مليماتر محليا مع ليلة اليوم إن شاء الله تقريبا من زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل إلى استقلار تام في الوضعية الجوية على وسط وأقصى الجنوب مرورا أيضا بالجهة الجنوبية الشرقية بالنسبة لدرجات الحراء تقريبا نرجات الحراء ستتكرر نفسها على الجهة الجنوبية من شمال الصحراء إلى أقصى الجنوب أجواء بريدة تماما على شمال الصحراء بالخصوص مع فجر نهر الغد إلى أواخر ليلة اليوم إن شاء الله أما أعلى من قياس دائما سيكون على أقصى الجنوب بالنسبة لوسط الصحراء أيضا يعني الخط الرابط بين أدار وصولا حتى برج باج المختار وعنجزا مرورا بمنطقة الهوغار والتسلي تتراوح بين 15 إلى 18 درجة ولا تفوق العشر درجات على شمال الصحراء إلى 6 درجات كأعلى من قياس بكل المرتفعات والمناطق الداخلية أما فيما يخوص المناطق الساحلية ستتفع نوعا ما عن معادلها الفصلية من درجة إلى الدرجتين تتراوح بين 12 إلى 13 درجة مع نسبة روتوباس تكون عالية خلال أمسية اليوم على المناطق الساحلية تقريبا ستصل أو تفوق 90 بالمئة غدا بحول الله كما قلنا هذا الارتراب الجوي إن شاء الله سيصل إلى ذروته بداية من نهار الغد تقريبا بداية من منتصف نهار اليوم الغد أقول إن شاء الله على الجهة الشمالية للوطن بالخصوص المناطق الساحلية هذا الارتراب الجوي سيتمركز على الجهة الوسطى بالدرجة الأولى سيكون مرفق بأمطار تكون معتبرة سيكون سريع ونشيط كمية الأمطار تفوق 30 من المحتمل تفوق أيضا 50 ملمتر محليا على المناطق الداخلية للوطن بداية من زوار نهار الغد إن شاء الله مع تشكل أيضا خلايا رعدية منعزلة تقريبا ليلة الغد إلى الليلة اليوم أيضا على المناطق الداخلية للوطن أما الأجواء على الجهة الجنوبية بعد تلاشي بعض الغيوم الجزئية المتشكلة على الجهة الجنوبية الغربية ستتلاشى وتصبح الأجواء تقريبا على أغلب الولاية الجنوبية صافية على العموم ما عدا شمال السحراء أيضا أن سيتحق بها اضطراب جوي بداية من منتصف نهار الغد يعني بداية تقريبا مع أمسية الغد إن شاء الله سيتحق بها الاضطراب الجوي ولكن سيكون تقريبا ضعيف نسبيا بالنسبة لدرجات الحرارة درجات حرارة ستكون نوعا ما منخفضة على درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام القليلة الفارطة ستتراوح بين 17 إلى 20 بالخصوص على الجهة الغربية للوطن أين سنسجل أجواء باردة سواء على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية أما الهضاب العليا والمرتفعة دائما الأجواء فيها ستبقى باردة تماما خلال صباحة وخلال الأمسية والأجواء ستكون أكثر برودة مع فجر يعني نهار اليوم إن شاء الله أين لا تفوق العشر درجات أقول لخلال فجر اليوم إلى أن تزداد تدريجا وستصل بنحتاج إلى 13 درجة أما على الجهة الجنوبية من شمال الصحراء إلى أقصى الجنوب ستتراوح إن شاء الله بين 20 إلى 35 درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري البحر تقريبا كما قلنا سيبقى خلال أمسية اليوم إن شاء الله أو خلال صباحة الغد بحول الله سيبقى تعيف إلى متوسطة يعني نشيط على السواحل الغربية والوسطى إلى أن يكون البحر تقريبا هادئ إلى قليل الإضطراب على السواحل الشرقية ولكن تدريجيا البحر سيبقى مضطرب على طول الشريط الساحلي يعني سرعة الرياح استفوق 40 كم في ساعة منع محتمل أن يصل علو والأمواج إلى المتر أو المترين بالخصوص على السواحل الوسطى بالنسبة لإتجاه الرياح تقريبا سيكون في مختلف الاتجاهات من جنوب غربي إلى شمال شمال غربي على السواحل الشرقية بالنسبة لوقت شروق وغروب الشمس شروق بإن الله سيكون في حدود الساعة السابعة و35 دقيقة أما عن الغروب أقول سيكون في حدود الساعة الخامسة و34 دقيقة بالجزائر العاصمة وتواحية أشكركم على طريق الإصغاء والمتابعة في أمان الله